السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل يأتم من أمسك بالقرآن من خارج الغلاف وهو مهدث؟ إذا كان خارج الغلاف يعني الكيس اللي فيه المصحف أو الصندوق الصغير اللي فيه المصحف فلا بس أما إذا كان المقصود الغلاف يعني جلد المصحف هذا لا يجوز ما اتصل بالمصحف فله حكم المصحف لا يلمسه إلا على طهار أما ما لم يكن متصلا بالمصحف وإنما هو غلاف خارجي فلبس بمسه من وراء حال في كيس أو في صندوق صغير أو نعم